بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالحديث عن كيفية الطهارة من الحدث وذكرنا أن الحدث ينقسم إلى حدث أصغر وحدث أكبر والحدث الأصغر الطهارة منه تكون بالوضوء بالماء الطهور أولا تعريف الوضوء الوضوء في اللغة بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به قال النووي رحمه الله يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وأما الفتح بفتح أولهما فالمراد به الماء الذي يتطهر به فيقال فيقال الوضوء والطهور وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وسمي وضوء وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه وأما الوضوء في الاصطلاح فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل ومسح أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بالماء الطهور لرفع الحدث الأسغر التعبد لله إذن لابد من النية أن تصحب هذا الفعل اللي هو غسل الأعضاء المخصوصة ومسح بعضها أن يكون بنية التعبد لله عز وجل فإذا لم يكن بنية التعبد فإنه يطهر الأعضاء لكن لا يحصل له الأجر ولا يتحقق الوضوء الشرعي بغسل هناك من الأعضاء وهي أعضاء الوضوء أربعة فثلاثة منها تغسل والمسح يكون للرأس والوضوء يكون بصفة مخصوصة سنبينها بإذن الله عز وجل في صفة الوضوء والماء الطهور ذكرنا أنه هو الوحيد من السوائل الذي يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر ناتي الآن إلى فروض الوضوء الفرض الأول هو غسل الوجه وهذا مجمع عليه ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد الأدلة الدليل على ذلك نص القرآن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فقوله سبحانه وتعالى اغسلوا فعل أمر والأمر يقتضي وجوب غسل الوجه والفم والأنف من الوجه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق والأمر يقتضي الوجوب وكذلك ثبت الصحيح إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين ودليل ذلك القرآن قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق والمراد هنا بإلى معه وبالتالي يأتي السؤال ملح هل يدخل المرفقان في الغسل أو لا يدخلان ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنهما يدخلان واستدلوا على ذلك بالسنة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العرض وغسل رجليه حتى أشرع في الساق فدل ذلك على أن المرفقين يدخلان في الغسل وكذلك الكعبين في الرجل يدخلان في الغسل وقالوا إلى بمعنى معا واستدلوا على ذلك بأنها بمعنى معا استدلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فهنا إلى بمعنى مع أموالكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي قوة مع قوتكم فهذا يدل على أن المرفقين يدخلان في الغسل وهذا هو الراجح الفرض الثالث الرأس وهذا هو من الممسوحات فالوضو فلا يجب غسله وإنما يجب مسحه بالاتفاق ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم لكن هل يجب مسحه كله أو يكتفى ببعضه هذا موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال أنه لا يجب مسحه كله ويكفي البعض واستدلوا بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة وقال بعضهم ولعل هذا الراجح أنه لا بد من مسحه كله وهذا مذهب المالكية والحنابلة واستدلوا بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم فقالوا الباء هنا للعموم وليست للتبعيض فمن قال أن البعض يكفي قال برؤوسكم معنى يعني ببعض رؤوسكم ومن قال أن لابد أنه لابد من مسح الرأس كله قال إن الباء هنا بمعنى بمعنى العموم وليست للتبعيض ولكن ما يرجح أن المسح لجميع الرأس أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس بل مسح الرأس كله كما في صفة الوضوء في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرهما وأما الذين قالوا يكتفى ببعضه فيمكن أن يناقش ما استدل استدلالهم وليس ما استدلوا به يمكن أن يناقش استدلالهم بأن أن أن المسح كان على الناصية والعمامة وفي الحديث السابق أن الناص كان على الناصية والعمامة لأن الرأس مستور بالعمامة وإذا كان مستور بالعمامة فإنه يمسح عليها ومورد الخلاف ليس الرأس المعمم الذي عليه عمامة يمكن يمسح عليها وإنما الرأس المكشوف فالرأس المكشوف الواجب فيه أنه يمسح كاملا وعلى هذا يكون الراجح كما قال ابن عثيمين رحمه الله قال الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد أنه يعمم الرأس بالمسح وليس المطلوب كل شعر من شعر الرأس وإنما معظم الرأس ومن الرأس أيضا مما يمسح الإذناء الأذنان يجب مسحهما وهذا هو المشهور من المذهب ودليلهم على ذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم فهذا الأذن من الرأس ويدل أيضا حديث على ذلك حديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس وأيضا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه ترك مسح الأذنين وهناك من يرى وهو قول في المسألة قول ثاني أن مسح الأذنين سنة وليس واجبا واستدلوا على ذلك بعدم وروده في آية المائدة الفرض الرابع غسل الرجلين غسل الرجلين مع الكعبين وهذا دل عليه القرآن والسنة فالقرآن قوله سبحانه وتعالى وأرجو لكم إلى الكعبين والسنة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغير ذلك من الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل الرجلين الفرض الخامس الترتيب وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الترتيب واجب وهو قول أكثر أهل العلم واستدلوا على ذلك بالآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغصولات ومعنى ذلك أن تكون الصفة الوضوء على هذا الوجه وإلا لو لم يكن الترتيب مطلوبا وتكون الصفة على هذا الوجه لكان المقتضى أن يأتي بالمغصولات أولا ثم يذكر الممسوح أو يأتي بالممسوح أولا ثم يذكر المغصول فلما أدخل الممسوح بين المغصولات دل ذلك على اشتراض الترتيب والمقصود بالترتيب هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة وهي الوجه والرأس واليدين والرجلين وعلى هذا لو أن الإنسان بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق لا بأس بذلك ولا يؤثر أو بدأ بالجسر قبل اليمنى فإنه خالف السنة لكنه لا يؤثر في الترتيب الفرض السادس المولى واستدلوا على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك فرجع وتوضى فهذا يدل على اعتبار المولى ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضى متواليا فلم يحفظ عنه أنه أخلى بهذا الأمر وأما ضابط المولى فالمشهور من المذهب بأنه لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله فلا يؤخر غسل يدين حتى يجف الوجه ولا يؤخر مسح الراس حتى تجف اليدين وهكذا هذا والله أعلم وأحكم موسيقى ترجمة نانسي قنقر